السلام عليكم ورحمة الله قبل ثلاثين سنة أصدر المهندس شحرور كتاباً جديداً صرح فيه باكتشاف خطير منعه من النوم طوال ستة أشهر اكتشف أن القرآن غير الكتاب وبناء على هذا الاكتشاف نقض أركان الإسلام وأسقط منها ركن الشهادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسقط منها الإيمان بالقرآن الكريم وأدخل البوذيين في دين الإسلام الجديد من ذلك العام وإلى يومنا هذا يرى كثير من علماء الإسلام أن هذه الأفكار لا تقوم على أسس فكرية علمية تستحق الرد لذلك اشتغل بالرد عليه عدد من المحامين واللغويين والمفكرين لكن هذه الردود لم تكن كافية في تقدير الدكتور صهيب السقار لذلك اعتكف زمنا طويلا على كتب الدكتور شحرور ومحاضراته وندواته ومقالاته ثم كتب ثلاثة كتب في مناقشة القراءة المعاصرة مناقشة لا تعتمد على التراث وأصوله بل تعتمد على نفس الأصول والقواعد التي وضعها الدكتور محمد شحرور مرحبا بك دكتور صهيب السقار حياكم الله الله يبارك فيك العلي يعني اختصرت وركزت الفكرة الكلية جميل جدا الله يبارك فيك دكتور يعني بعد الإصدارات الكتب الثلاثة الموسعة في نقد منهجية وإنتاج الدكتور شحرور في تجديده للرؤية للدين وبعد تقريبا 12 حلقة تقريبا دكتور فنجان قهوة نعم فنجان قهوة في سلسلة في موقع رواسخ ومرنز رواسخ الناس تسأل وأنا هنا جمعت ما نشر على السوشيال ميديا وكل الوسائل من جدل لما طلحته بعضها اعتراضات بعضها استفسارات بعضها تشكيكات بعضها سخريات بعضها فنحن من باب الواقعية والقصد والوصول للحق رح أطرح عليك كل هذه الأسئلة وأنت الحمد لله يعني استجبت سريعا لأنك متشوق ربما لا تضيف للمشاهدين أول سؤال دكتور عدد من الكتاب مثقفون لغويون بعضهم حتى في عالم الهندسة والتخصصات تناولوا شحرور يعني أنا عندي في مكتبتي يمكن سبع ثمان كتب ضد الدكتور شحرور وفي نقد منهجه في الساحة الفكرية مليانة ما الذي أضافه الدكتور صهيب السقار لهذه الساحة التي يرى أنها ملئت بالكتابات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أنا لا أحب أن أقارن يعني جهودي بجهود الأساتذة الذين سبقوني إلى قراءة القراءة المعاصرة لكن في الحقيقة أنا استوقفني موقف الدكتور شحرور من هذه الدراسات الحقيقة كان موقفه سلبيا مع أنه يؤمن بالتفاعل الحضاري والثقافي والفلسفي لكن في الحقيقة لم يتفاعل مع شيء من تلك الجهود الفكرية التي قرأت قراءته المعاصرة طبعا جمهور الدكتور شحرور يبررون هذا الموقف السلبي بأن هذه الكتب تضمنت كثيرا من الاتهامات الشخصية وهذا فعلا واقع هناك كثير من الاتهامات بعلاقاته بمؤسسات يهودية لكن للأمانة لم يقدم أحد دليلا على هذه الاتهامات هناك أيضا اتهامات أصرح منها بثقافته الماركسية هناك اتهامات بعلاقاته بالمؤسسات التي تدعمه وتقدم له العون لكن في الحقيقة أنا تجاوزت كل هذه الاتهامات في كل دراساتي السابقة لا أحب الخوض في الشخصنا أفضل أن أناقش الأفكار ابتعدت عن هذه الاتهامات السلبية وتفرغت للعذر الحقيقي الذي يعتذر به الدكتور شحرور في ترك انتفاعه بالدراسات السابقة حقيقة الدكتور ما اعتذر بأن هذه الدراسات كان فيها هجوم على شخصه أبدا هو اعتذر باعتذار آخر قال هذه الدراسات كلها تخالفني في المنهج وفي الأرضية المعرفية إذن قررت بعد ذلك أن أدرس وأن أقرأ القراءة المعاصرة بأدواتها المعرفية وبمنهجها المعرفي لا أن في الترادف كما يريد الدكتور شحرور وأيضا أعترف بالمسلمات التي أصلها الدكتور شحرور وبنى عليها قراءته المعاصرة فإذا باختصار أنا قرأت القراءة المعاصرة بأدواتها المعرفية وبمنهجها المعرفي وبثوابتها واستبعدت التراث تماما في الاحتجاج على شحرور بأي دليل لا يراه حجة في قراءته المعاصرة والله يا دكتور أشكرك على هذه الموضوعية والتوازن بصراحة نادر ما إحنا بشر بالتالي لا إحنا عندنا أمامنا فكر ومفاهيم بشرية اجتهاد كما يسميه قابل للأخذ والرد والفحص خلونا نناقش الفكر فهذا أملك لكن ما العمل الذي بذلته والإضافة التي وضعتنا من شدة انشغالك حتى مرة قرأت بأن ابنتك قالت لك يا بابا أنت تعمل عن شحرور كل كتبة موجودة ومراجع وحتى الطبعات الجديدة نعم صحيح هو في الحقيقة نعم أحد الأحباب سأل ابنتي عن عمل الوالد فقالت هو يعمل عن دكتور شحرور السبب أنه هي كانت ترى أني أعتذر عن كثير من اللقاءات العائلية والاجتماعات وحتى عن الواجبات العائلية أعتذر في انشغالي بقراءة كتب الدكتور شحرور أنا أعتقد أن هذا الاندماج ضروري في دراسة أي فكر وهذا حتى موجود في العائلة عموما أخي الدكتور منقذ محمود يعني معروف في دراستي وتفرغه للنصرانية هناك صورة التقطت له وهو في المطار يستعد للسفر يجلس على الحقائب في نهار رمضان وبيده لكن بدل أن ترى إنسان يبدو عليه سمت الدين يقرأ القرآن الكريم لكن هو لا بيده الكتاب المقدس لأنه دراسته نعم فأنا أعتقد أن هذا الاندماج ضروري جدا لذلك أحد طلابي سألني مرة في عنوان مقترح لدراسة مسألة في فكر الدكتور شحرور فأنا قلت له في البداية قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع يجب أن تقرأ كتاب الدكتور خمس مرات فهو كأنه رأى ذلك طويلا يعني كتاب 800 صفحة تقريبا يقرأه خمس مرات قبل أن نناقش العنوان فهو رد علي بسؤال قال لي وهل فعلت ذلك قبل أن قلت لا أنا ما فعلت ذلك طبعا فعلت ما هو أكثر من ذلك حقيقة أنا لا أحصي عدد المرات التي قرأت فيها كتاب الدكتور الشحرور لكن أستطيع أن أقول عشرين مرة بدون أي مبالغة وأيضا عندي متابعة للطبعات التي اختلفت في الكتاب الواحد يعني الكتاب الأول خمس طبعات أنا عندي تحليل لكل تغيير حصل في كل طبعة من هذه الطبعات هذا الاستقراء دكتور هو الذي نريده من الباحث الجاد صراحة لأن الهدف أننا نحكم حكما أخيرا إلى آخر ما وصل إليه أي مفكر ليس شرط الدكتور الشحرور وأيضا حتى المحاضرات المنشورة أنا لا أعرف محاضرة منشورة للدكتور الشحرور في عالم الإنترنت لم أطلع عليها ولم أستمع إليها لا أعلم ذلك أبدا إذن يفاجئني أن فريقا من جمهور الدكتور شحرور يفاجئني بأنهم لا يفهمون القراءة المعاصرة حتى بعض الأركان في القراءة المعاصرة لا يحسنونها وحتى لا أجد في جمهور الدكتور شحرور لا أجد من يحيط علما بالقراءة المعاصرة غاية أمرهم يلتقطون مسألة يحسنونها أحيانا ولا يحسنونها أحيانا لكن في الحقيقة لم أجد من يحيط بالقراءة المعاصرة ممتاز دكتور يعني من الأشياء التي طرحها الدكتور شحرور من أهدافه في القراءة المعاصرة تحرير المسلم المعاصر من عقدة الشعور بالذنب يقولون لبحتونا أنتم بالخطاب الديني عذاب جهنم حرام ما يعني كيف هو بداية يجب أن نعترف بوجوده شيء من ذلك أنا أذكر حضرت مسابقة في إعداد الخطباء الأشبال فتفاجأت بأن مواضيع الخطب يغلب عليها الترهيب والتخويف حتى لجنة التحكيم ترصد درجات كثيرة على من يؤثر بالسامعين لكن معيار التأثير وضعه هو سكب الدموع وإثارة هذه الأشجان طبعا هذا غلو وهذا الغلو له أثر في تاريخنا أيضا يعني تاريخ القصاص والوعاظ في الزمن القديم ويبدو أن هذا يعني ظهر في هذا العصر بشكل يدعو إلى المعالجة هذا إفراط إذن لكن هذا الإفراط لا يعالج بالتفريط دكتور شحرور يمر في مرحلة التفريط ويبرر هذا التفريط تحت شعار تخليص الناس من عقدة الذنب هناك فرق بين التخليص الإنسان من الشعور بالذنب وبين تخليصه من عقدة الشعور بالذنب عقدة الشعور بالذنب ربما توصل إلى أكبر الكبائر من أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لكن يجب أن نخلص الناس من هذا القنوط لا ينبغي أن نخلصهم من هذا الكمال البشري الذي يشعر به الإنسان بعد وقوعه في الذنب الندم هذا من أول درجات التوبة وهو باب ومفتاح لكل خير يأتي بعد ارتكاب الذنب إذن هذا الشعور القرآن الكريم لا يزيله من الإنسان هذا الشعور موجود في أنبياء الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام دلنا على هذا الاستغفار آدم عليه السلام لما قال قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نبي الله يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن القرآن لا يستأصل شعورنا بالذنب القرآن يستأصل القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى منهج الدكتور شحرور يخالف منهج القرآن الكريم منهجه في حصر المحرمات في أربعة عشر محرمان ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى أن ياخذر أحتهم هذا المنهج يخالف منهج القرآن الكريم القرآن الكريم يدفعنا ويذكرنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا إذن أما لما ندعو الناس إلى الاستهانة بالمحرمات هذا نحن ندفعهم إلى الإصرار على المحرمات إذن نتفق مع الدكتور شحرور في أننا نريد أن نخلص الناس من العقدة لكن لا نريد أن نخلصهم من الشعور الإيجابي بارتكاب الذنب أيضا لو رجعنا إلى القرآن الكريم فيه منهج وسطية يجمعنا في وسط بين اليأس من رحمة الله وبين الأمن من مكر الله تبارك وتعالى هؤلاء عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض يمشون على الأرض هونة الله أثنى عليهم قال يذكرون النار ويعرفون أن هذه النار شيء عظيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما إذن القرآن في هذه الآيات يجعل يوظف هذا الشعور بالذنب يوظفه مو في المغفرة لا في استثمار الذنوب الله تبارك وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ثم بعد ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا هكذا يعالج القرآن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الرجل الذي يكون في آخر من يدخل الجنة رجل يقيمه الله تبارك وتعالى في الحساب ثم يقول للملائكة اعرضوا عليه كبار ذنوبه وحجبوا عنه صغارها فيبدأ شريط الأعمال يظهر أمامه فيلاحظ أنه في اليوم الفلاني عرض عليه عمله لكن هناك كبيرة ارتكبها في هذا اليوم لم تعرض أمامه يوم يتذكر الإنسان ما سعى فانتهى العرض والحمد لله مطمئن الرجل أن الكبائر يبدو أنه ما سجلت عليه فالله تبارك وتعالى في آخر هذا العرض يقول بدلوه مكان كل سيئة حسنة فهنا يصيح الرجل ويقول يا رب يا رب إني أذنبت ذنوبا كبارا لم يعرضوها إذن يطالب بالكبائر الآن لأن هذه الكبيرة أصبحت مبدلة بدلها الله تبارك وتعالى حسنات فصارت رصيد له هذا كله في معلق بشرط التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا في آخر الآية يقول وكان الله غفورا رحيما كان ينبغي للدكتور شحرور أن يتوقف عند نفي الترادف بين الغفور والغفار الغفار يتكرر منه المغفرة يتكرر منه الفعل مرة بعد مرة لكن الغفور هناك كمال في المغفرة كمال المغفرة مو أن يغفرها فقط وإنما أن يبدلها حسنات هذا كله مشروط ومعلق بالشعور بالذنب لكن عندما نأتي إلى المصرفين على أنفسهم ونصور لهم أن المحرمات محصورة وخذوا راحتكم وكذا هذا في الحقيقة هذا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة الغريب أن الدكتور شحرور عنده في صفحتي على الفيسبوك عنده شيء من التبرؤ من جمهوره الذين يتبعونه يقول أنا لست مفتيا أنا لست مسؤولا عن رجل يشرب الخمر لست مسؤولا عن امرأة تخلع الحجاب هذا كأنه يناقض التأصيل الذي فعله في قضية بلادة الشعور تجاه المعاصي نعم فإذن نحن مع تخليص الناس من العقدة لكن لسنا مع شحرور في تخليص الناس من هذا الشعور الإيجابي في الذنب الذي يدعو إلى التوبة والمغفرة ممتاز دكتور ومنهج الإسلام دكتور معروف بين الخوف والرجاء والحب يعني واضح جدا دكتور بعض النقاد الذين لاحظوا أطروحاتك قالوا أن الدكتور شحرور ركز على الجانب الشكلاني في أطروحات الدكتور شحرور لكن المطلوب أن يناقش المضمون والجانب العملي صحيح فلماذا التركيز على الجانب الشكلي في منهجية الدكتور شحرور هو في الحقيقة هذا الاعتراض دائما يرد ويدل على أن كثيرا من المعترضين لا يفرقون بين الشكليات التي اعتبرها الدكتور شحرور شكليات وبين المضمون والأساس الذي اعتبره الدكتور شحرور أساسا يعني الناس ينظرون إلى مسألة يهتمون بمسألة تعنيهم شخصيا في حياتهم فيظنون أن هذه المسألة هي ركن من أركان القراءة المعاصرة لا الدكتور شحرور هو أولى الناس معرفة وتحديدا للشكليات والمضمون القراءة المعاصرة تجتمل على نظريات وأدوات وشعارات النظريات الأساسية في فكر الدكتور شحرور نظريات متعددة أولها الفرق بين الكتاب والقرآن بعض الناس يستمع إلى شيء من شحرور يظن أن هذه المسألة فرعية فرعية عندك لكن أنا أنظر إلى الأساس والقاعدة التي وضعها الدكتور شحرور فإذا النظريات أولا تفريقه بين الكتاب والقرآن ثم رتب على ذلك نظرية اسمها نظرية التشابه هذه النظرية جعلها بديلا لإعجاز القرآن ثم بعد ذلك عنده نظرية في المحكم وتفصيل المحكم عنده نظرية أخرى في نظرية الحدود في التشريع أخيرا عنده نظرية في التفريق بين النهي والتحريم إذن هذه النظريات هي الأساس وإن كانت عند الناس في نظرهم وتقديرهم شكليات شعارات القراءة المعاصرة شعاراتها مثلا إظهار مصداقية الإسلام في خطف كونه خاتما للأديان وفي كونه العالمية والخاتمية والرحمة من شعاراته أيضا أنه يستخدم التطور المعرفي في تفسير القرآن من شعاراته أنه هناك دقة في التنزيل الحكيم من شعاراته أن الإسلام ختم عصر الرسالات وأصبح الإنسان قادرا على التشريع الأدوات التي يستخدمها الدكتور شحرور على رأسها نفي الترادف على رأسها أن العطف يقتضي المغايرة فإذا هذه الأمور كلها أنا ناقشتها باعتبارها أساسات ناقشتها في الكتب وأيضا ناقشتها في سلسلة فنجان قهوة مع الدكتور شحرور فهذه الاعتراضات التي تتحدث عن المضمون والشكل ينبغي أن ترجع إلى المضمون الذي جعله مضمونا دكتور شحرور والشكليات التي جعلها شكليات أما كل ما إنسان حب مسألة جعلها ركنا لا دكتور هذا الذي تقوله من خلال تجربتي في السنين الطويلة والجلوس مع من قرأ له ولغيره يغيب عنهم ثلاثة أربع ما قلت والتفريق بين الشعارات والشكليات والأدوات وما يعرف تقول له طيب أنت مع الدكتور شحرور في الترادف من عدمه وما هو الترادف نظرية عبدالقاهر الجرجاني قضية الشعارات ومحتواها وليس فقط جمالياتها لأنها تمرر من تحت محتويات مشكلتنا مع القراءة السندويشات والوجبات السريعة ولمن لم يتخصص هذه مشكلة كبيرة دكتور دكتور صحيب هذه قضية في المصداقية يقولون كثير مما يقوله الدكتور صحيب السقار للأسف منسوب للدكتور شحرور ولا يقوله الدكتور شحرور ومتقول على الدكتور شحرور دافع عن نفسك يا دكتور أي صحيح فعلا هذا الإنكار من مظاهر الفراغ الفلسفي الذي تشكو منه قراءة المعاصرة المشروع الفكري لابد أن يتبناه مجموعة من المثقفين والفلاسفة والمفكرين يناقشونه ويحللونه إلى آخرين لكن الحقيقة القراءة المعاصرة تشكو من انصراف المثقفين وانصراف المفكرين عنها لذلك جمهور القراءة المعاصرة ترى من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي غالبا هؤلاء لا يطلعون على القراءة المعاصرة فلما لم يطلعوا على القراءة المعاصرة أنكروا وبخصوا الدكتور شحرور حقه كيف؟ لما يأتي الدكتور شحرور ينظر إلى مسألة يعتبرها من إبداعه الفكري ومن تجديده يأتي بعض المدافعين وينكر هذه المسألة وينكر نسبتها إلى الدكتور شحرور مع أنها أساسية ومع أنها في نظر الدكتور شحرور من إبداعاته وتجديده مثلا مثلا دكتور شحرور يعتقد أن هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يمكن تزويرها لما تصرح بهذا ينصدم الجمهور يصارعون إلى التكذيب طيب كيف؟ هذا الشيء موثق تعرضه عليهم بالصوت بالصورة يسكتون تعرضه بالصورة والصفحة والطبعة أي نعم أنا لاحظت بعض جدلياتك دكتور في الوسائل التواصل أي نعم مثال آخر هذا المثال مثلا الدكتور شحرور عنده مسألة أنه يجوز أن يضع الرجل نطفة منه مخصبة في رحم أمه فبالتالي أمه تصبح أما لولدها هذه المسألة صادمة فلما تعرضها على الناس يسارعون إلى الإنكار الغريب أن الذي ينكر ليس من العوام الدكتور طارق محمد شحرور لما وضعنا هذا في سلسلة فنجان قهوة وإذا بيعترضوا أنكر لما واجهناه بالصورة حرف المسألة إلى اتجاه آخر ومع ذلك ربما يعني نناقش هذه المسألة حتى نعطيها حقها لكن المقصود هناك جملة من الأفكار الأساسية في مشروع الدكتور ينكره ويشككون في مصداقيته مثلا عندما تقول الدكتور صرح بأن البوذي الذي لا يؤمن بالنبوات ولا يؤمن باليوم الآخر صرح بأنه مسلم ويدخل الجنة يسارعون إلى الإنكار مع أن هذا موجود في مواضع من كتبه إذن مثل هذه المسائل تدل على أن الجمهور يصدم ولا يستطيع أن يصدق فبالتالي يتهمنا نحن بالمصداقية مع أن كل هذا موثق فعلا من حقهم أحيانا تلتمس لهم العذر يعني عندما نقول الدكتور شحرور يعدد على أصابعه مرارا في حواراته ويكرر هذا في كتبه كثيرا يقول النخوة والمروءة والعرض والشرف والشهامة هذا المبتدأ وين الخبر وإذا به شحرور يصدمك يقول هذه كلها مفاهيم بدائية قهرة الإسلام دخيلة دخيلة وقهرة الإسلام بدائية متخلفة وحتى يستهزئ بها يقول مثلا لو عرضنا هذه الشرف والكذا لو عرضناه على الألماني لضحك وسخر منه ليش؟ يقول لأنه الشرف عند الألماني هو إتقان الحرفة الشرف عند الياباني هو الالتزام بكذا طيب إذا ضحك علينا إذا نحن ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى على قيمنا ونحمد الله تبارك وتعالى أن الشرف والعرض والمروءة والنخوة هذه هي قيمنا أما أن تنحرف قيمنا كالغرب والشرق المادي إلى قيم مادية هذا يثير حزننا نحن على هذا العالم الذي تردى إلى هذا أما أن نبدل قيمنا لكي تتوافق مع الحضارة المادية في اليابان أو الحضارة المادية في ألمانيا هذا شيء صادم فعلا أيضا أنا أقول العوام ربما يعذرون في إنكار ما ننسبه إلى الدكتور شحرور ويعذرون في التشكيك في المصداقية لكن أنا لا أستطيع أن أعذر الدكتور طارق مثلا في مسألة حمل الأم من ابنها الدكتور طارق هو ابن الدكتور شحرور دكتور طارق شحرور أنكر هذا في البداية ثم بعد ذلك لما وجهناه بصورة النص تحول إلى جدال عقيم هذا الجدال العقيم يقول أنه أنا لا أعترض على هذه المسألة لكن أنا أعترض أن هذه النطفة هي مخصبة يعني الأم لا تأتي بالبويضة تمام الأم يعني هو القبح القبح في أي شيء القبح في أن هذه المرأة ولدت حفيدها هذا هو القبح وبعدين القبح يعني حتى في الحضارة الغربية نفترض أنه هذا حتى لو ناقشناه بمنطق الحادي رجل احتاج إلى أن يزرع جنينا يعني ضاقت أرحام أهل الأرض حتى تحمل أمه بولده فهذا مو مكبول حتى على هذا المستوى إذن المقصود أنه لا أدري التشكيك بالنقل هذا يقع على عبء المدعي يعني أنا قدمت حقائق لما قدمت حقائق هذه الحقائق موثقة منسوبة إلى الدكتور صوتا وصورة ونصا مصورا فمن يتهم ويشكك في النقل عليه أن يثبت ذلك البيلة على من ادعى دكتور أنا هنا معك محاور وعندي رأي وكان ممكن أضيف من منظور الحضارة الغربية في النظر إلى هذا الذي يحصل في هدم مملكة الأسرة وتذويب الإنسانية لكن ليس هذا محلو لكن بما أن جاء طاري المرأة والنطفة الدكتور شحرور حسب مناصري أنه يتحيز لموضوع المرأة انتبهنا أن نتكلم عن المرأة الآن وهي اللعبة اليوم أهلا ما قال عباس العقاد من ستينيات وخمسينيات القرن الماضي بأنها موضة العصر من أراد أن بريستيج ويتكلم عن المرأة بكل الاتجاهات دكتور لكن الظاهر أن الدكتور شحرور ينحاز للمرأة ولقضاياها بينما أنتم تنحازون للطرف الآخر طيب بداية يجب أن نحدد هذه المرأة التي ننحاز إليها أو ننحاز ضدها في الحقيقة هناك تركيز في الثقافة الغربية والحضارة الغربية على المرأة في مرحلة من مراحل عمرها لا يركزون على المرأة الجدة الأم الأخت الخالة العم لا المرأة الأنثى في مرحلة من مراحل حياتها الأنثوية أما نحن في ثقافتنا عندما تتحدث عن المرأة المرأة أمي أختي جدتي خالتي هؤلاء كلهم تربطني بهم مجموعة من القيم التي تحدث عنها وأنكرها الدكتور شحرور الشرف المروءة العرض النخوة إلى آخرين فإذا الإسلام عندما يتحدث عن المرأة لا يتحدث عن المرأة الأنثى بذلك الاختزال الغربي الإسلام بنى عرش الأسرة وجعل هذه المرأة تتربع على عرش الأسرة فإذا كانت أما فبر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم رفع مكانة المرأة على مكانة الوالد أمك ثم أمك ثم أمك فإذا هذا هو إنحياز الإسلام إلى المرأة أما أيضا إذا كانت هذه المرأة زوجة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول الله الله في النساء المرأة هذه إذا كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال منعال جاريتين وجبت له الجنة المرأة هذه إذا كانت أخت إذا كانت رحم كل ذلك ينبغي أن يسارع المسلم إلى رضى الوالدين إلى البر إلى الإحسان إلى وصل الأرحام والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إذن عندما يدعون الدكتور شحرور إلى الانحياز إلى المرأة نسأل انحياز إلى المرأة أي امرأة تقصد ثم هل قدم لنا الدكتور شحرور أو هل قدمت لنا الحضارات الأخرى الغربية والشرقية هل قدموا لنا شيئا من البر والإحسان والحقوق لم يوجد في ديننا في الحقيقة لا نجد شيئا من ذلك نحن نسارع وننافس على رضى الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى رعاية الأولاد لكن نسأل ما الحقوق التي ذكرها الدكتور شحرور ولم يكتمها ولم ينشرها الإسلام ولم يحدث عنها الحقيقة لا نجد شيئا من الحقوق إلا أن تكون مثل حق المرأة العزباء أن تكون أما لحظة لحظة دكتور الآن أنت تريد أن تذكر لأننا نذكر نظري أن الرجل يتحيز المرأة وبالمثال يتضح المقال شخص لنا من خلال كلامه هل قال آراء جديدة عصرية كما يقول في قراءة لمعاصرة في المرأة طبعا يعني في كثير من المساعد وأحاطها بدائرة الإسلام أنها مشروعة كأن هذه الأفكار الفلسفية موجودة في الحضارة الغربية مثلا حمل المرأة العزباء هذا موجود في الثقافة الغربية الآن طرح الموضوع هذا نعم طبعا ماذا يقول الدكتور شحرور وقف عند قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هذه آية في بر الوالدين فهو يستخرج من هذا المرأة العزباء المرأة العزباء يا حق لا أن تحمل كيف يقول والله الله تبارك وتعالى أعطى كل امرأة حقا بأن تحمل ولو كانت عزباء وين أعطها هذا الحق يعني الله تبارك وتعالى أنزل كتبا سماوية هذه الكتب السماوية لا في التوراة ولا في الإنجيل وليس في القرآن ولا في أي كتاب بين أيدينا أن الله أعطى هذا الحق للمرأة العزباء طيب يا أخي هذا الحق الذي تدعيه لو كان حقا لا يمكن أن يكون مكتوما لا يعلمه إلا رجل في هذا العصر الحقوق ينبغي أن تنشر وتعلن ويصرح بها لكن القرآن والله كتم هذا الحق لم يستخرجه إلا الدكتور شحرور إذن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة أيضا في مسألة أخرى في حق المرأة في المعاشرة الجنسية بالتراضي أيها المشهور في المقطع المشهور أي نعم الدكتور شحرور في هذا المقطع يواجه أسئلة مستنكرة من مقدم البرنامج ومن خالد الجندي يقول له طيب إذا حصل حمل يجيب الدكتور شحرور يقول يبقى ذا زنبها ذنب المرأة ذنب المرأة يعني حملها الذنب هذا إنحياز للعلاقة في العلاقة التي ليس فيها زواج أي نعم طبعا لو تشرحها الدكتور أن الدكتور شحرور يرى بأن المرأة العزباء والرجل إذا اجتمع في مكان مستور بحيث ما في واحد منهم تزوج بدون عقد شرعها أي نعم فندق وكذا وماشي الرجال بالتراضي أي نعم بدون عقد شرعي أي نعم بدون عقد شرعي وإذا حملت بدأ حملت أي وإذا حملت مين ينحاز معها الدكتور شحرور لا لا ما نحاز ضدها ما نحاز ضد الرجل هذا الذي قضى شهوته وانصرف لا ينحاز ضد هذه المرأة حتى خالد الجندي في المقطع يقول له يعني الولد نعمل فيه إيه نرميه في الباركينغ شحرور يصير ويقول يبقى دا زنبها موجود المقطع المقطع موجود نعم فإذا هذا ليس انحيازا للمرأة هذا انحياز إلى الذكورية هذا انحياز إلى البهائمية هذا انحياز ضد المرأة وهو تمكين الذكور من الوصول إلى المرأة مثلا الدكتور شحرور عندما يشرع للمرأة ويشرع للرجل أن يتخذ هذه المرأة ملكا ليمينه عندما تعترض على هذا يقول لك انت كيف تعترض ما هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان عنده ميت امرأة ملك يمين طيب ماشي خلينا نمشي جدلا عنده ميت امرأة ملك يمين لكن انت تتحدث عن امرأة حرة كيف تريد ان تشرع تشريعا تجعل فيه هذه المرأة الحرة بمنزلة المرأة الأمى هذا واحد ثانيا انت لما تنظر إلى الاماء تنظر بعين الرحمة وتقول شوف كيف كانوا يغتصبون الاماء وكيف كانوا يبيعون ويشترون اذا هذا شيء مستقبح في نظرك كيف تشرع مثل هذا في المرأة الحرة منتهى التناقض دكتور منتهى التناقض دكتور مع الاسف كان ودي اكمل معاك لكن احنا مستمرين في هذه السلسلة كان ودي اسألك السؤال الاخير نخليه نشوق له ونخليه حق ال لان عندنا سلسلة في الملاحظات على حلقاتك وكتاباتك واجاباتك على موضوع دكتور شحرور كان السؤال القادم انتم لماذا تحاكمون شحرور على أخطاء التلاوة ويخطأ كثيرا في نطق التلاوة وحروف القرآن وعراب القرآن يقول يعني بس واكفين على مفكر يقدم فكر واكفين على الضمة والفتحة ثم هو ما قدم نفسه على انه امام مسجد ولا قارئ القرآن الكريم بل هو صرح انه كان فاشل ولا ايش ولا ورسب في رسب في امتحان التلاوة امتحان التلاوة في المدرسة الدكتور صهيب الصقار اشكرك على هذا الحوار اشتركوا في القناة